تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لاستئصال مرض شلل الاطفال الذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام وبهذه المناسبة أكدت وزيرة الصحة سعادة الأستاذ فائقة بن سعيد الصالح أن المملكة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للتخلص من شلل الاطفال من خلال نظام المراقبة وتحصين المناعة وأشارت وزيرة الصحة إلى أن مؤشرات الترصد الوبائي والمخبري والتمنيع الوطنية أكدت خلوة مملكة البحرين من شلل الاطفال وعدم تسجيل أي حالات إصابة بشلل الاطفال البري لأكثر من عقدين في مملكة البحرين وذلك بفضل دعم جلالة الملك المفدى والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء والكفاءات الصحية والوعي المجتمعي بمملكة البحرين وأكدت الوزيرة حرص مملكة البحرين في تقديم خدمات اللقاحات مجانا في جميع المراكز الصحية لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة إلى جانب التأكد من استكمال التطعيمات لطلبة وطالبات المدارس قبل التحاقهم بأي مرحلة دراسية في المدارس الحكومية والخاصة ومراقبة معدلات التغطية بالجرعات الروتينية ضد شلل الاطفال ترجمة نانسي قنقر